موسيقى السلام عليكم ترأس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمس برئاسة الجمهورية اجتماع عمل حول العقار الصناعي. الاجتماع حضره إلى جانب الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الله منجي. كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم راد وزير المالية العزيز فايد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طرق بالعريبي. المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا. وعقب الاجتماع أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حرص رئيس الجمهورية على تحسين الحافظات العقارية للوكالة. بما يمكن المستثمرين من الاستفادة من الأوعية العقارية اليوم باللقاء الذي حظنا به السيد الرئيس الجمهورية من أجل الوقوف على مدى تقدم تنفيذ الإصلاحات التي قام بها من أجل تحسين بيئة الاستثمار وكذا مناقشت وتقديم توجيهات بخصوص الآليات وكذا متطلبة تحقيق الأهداف التي سطرها. تلقينا توجيهات من طرف السيد الرئيس الجمهورية بخصوص ما يجب القيام به من عمل من أجل تحسين التكفل بالمستثمرين والاستماع إلى انشغالاتهم ولهذا سيد الرئيس الجمهورية قدمنا تعليمات من أجل تكريس المبدأ الشباك الفعلي الشباك الوحيد الفعلي الذي سيجد فيه المستثمر كل الخدمات في مكان واحد ويتحصل فيه على جميع الترخيص يعني إيمانا منه بأنه هذا هو الحل الذي يؤدي إلى القضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار يعني كان فيه حديث أيضا حول الآليات التي ستعمل عليها الحكومة من أجل دعم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية ترقية الاستثمار من أجل يعني الاستجابة للطلب الكثير الذي يبديه المستثمرين من أجل الحصول على أوعياء عقارية تمكنهم من تجشيد استثماراتهم يعني فيه تعليمات صارمة قدمت من أجل التكفل بهذه المسألة وتوفير العدد الكافي من هذه الأوعية حتى يعني يتم تحقيق التجسيد الفعلي لعشرين ألف مشروع خلال المدى المتوسط يعني خلال العهداء الثاني للسيد رئيس الجمهورية من جهته ثمن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إرادة السيد الرئيس في تحفيز الاستثمار المحلي ودفع وتيرة المشاريع اليوم كان عدنا يعني لقاء مع سيد رئيس الجمهورية وكان لقاء يعني كالعادة كان لقاء مهم ومثمر تكلمنا على الاقتصاد بصفة عمو لكن تكلمنا على يعني على تحفيز الاستثمار وتكلمنا على لغيشيونيك باش يكون يعني انفريتا بغيشيونيك باش تكون فيه مرافقة مميزة للمستثمارين احنا اليوم سيد رئيس الجمهورية يعني هو يعني في تحفيز حب نمشي إلى واتيرة اخرى اليوم الحق عدنا حوالي 10.500 مشروع اللي رح ينطلق وكان ينطلق ولكن 20.000 مشروع سيد رئيس حب يمشي بواتيرة اخرى واتيرة احسن المير بريزون شارج وكذلك تكلمنا من اهمية بهذا المشروع من مرافقة استثمارات محليا هو رفع كذلك من قيمة الصديرات وتخفيض من حجم الواردات وان شاء الله ما يشبعد علينا بالواتيرة اللي أنا فيها وان شاء الله نزيدوا فيها ان شاء الله لحق الارقام ترأس سيد الفريق اول السعيد شنغريح الوزير المنتدى بلد وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي امس بمقر وزارة الدفاع الوطني حفل استقبال وتكريم الوفد الرياضي العسكري المشاركي في الطبعة الثانية للالعاب العسكرية الافريقية التي جرت وقائعها بابوجا بنيجيريا من الثامن عشر الى الثلاثين نوفمبر الفين واربعة وعشرين نظمت مراصم حفل التكريم على اثر المشاركة الجد مشرفة للوفد الرياضي العسكري الجزائري في فعاليات هذا الحدث الرياضي العسكري الافريقي حيث تحصل وفد العسكري على المرتبة الثانية من بين 22 بلدا مشاركا خلال حفل التكريم حرص سيد الفريق أول في كلمة له أمام الحضور على نقل تهانية سيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وتقديم تهانيه الشخصية الصادقة لأعضاء الوفد الرياضي العسكري مؤكدا أن القيادة العليا تول اهتماما بالغا للرياضة العسكرية حفا بالمناسبة الرياضيين على حب الوطن والولاء التام له لأن ذلك يعد الضمانة الأكيدة لتحقيق النصر على كل الأصعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مسار وهران أثبت نجاعته وأهميته وفعاليته في توحيد الصوت الإفريقي على الساحتية الدولية وهو ما أجمع عليه المشاركون في اختتام الندوة الحادية عشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا والتي شكلت فرصة فريدة من نوعها للدفاع عن الموقف الإفريقي المشترك على المستوى الدولي وتكوين جبهة واحدة للدفاع عن مصالح القراء الفضل كل الفضل يعود لمسار وهران الذي وحد الكلمة الإفريقية ورص الصف الإفريقي ولما الشمل الإفريقي وأذكى شعلة الثقة بين الدول الإفريقية من هذا المنظور فقد كانت الطبعة الحادي عشر من هذا المسار فرصة مواتية لتعزيز هذه المكتسبات النتائجنا كانت توافقية بامتياز هذه الآلية آلية وهران أعتقد هي ركيزة من الركائز التي سوف تساعدنا في أن نجعل صوتنا مسموعا في الساحة الدولية العمل المنسق أساس النجاح يجب أن نعمل معا في ملف الصومال وأن نعمل معا في ملف الصحراء وأن نعمل معا من أجل المزنبيق وليبيا وأن نعمل معا من أجل تمويل عمليات السلام في إفريقيا يجب أن نعمل من أجل الشباب والسلام والأمنة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون وعلى إثر تطور الأوضاع الأمنية بالجمهورية العربية السورية تم أمس بمقر وزارة شؤونيا الخارجية تشكيل خلية أزمة لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية المقيمين بهذا البلد الشقيق وفي هذا الإطار تشجع دائرة الوزارية مواطنين الذين لا يزالون متواجدين بالأراضي السورية على التواصل المستمر مع مصالحنا لضمان التعامل الفعال والسريع مع تطورات الأوضاع التي تستدعي توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتهيب الوزارة أعضاء جاليتنا بضرورة التواصل عبر الرقم الأخضر كما تضع أرقام سفارة الجزائر بدمشق في الخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتوصل العدوان الصهيوني على قطع غزة لليوم الرابع والعشرين بعد الأربعمائة حيث استشهد تسعة فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على مناطق وسط قطع غزة كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مسيرة لتجمع المسيرة لتجمع المواطنين في شارع الجلا بمدينة غزة فيما ارتقت طفلة في إطلاق آليات الاحتلال النار على مدرسة تؤوي النازحين في جبال شمال القطع يحدث هذا في وقت أكد فيه المرسد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن سبعين ألف فلسطيني محاصرون في محافظة شمال غزة ويتعرضون للتجويع والاسئصال في أكبر حملة إبادة جماعية في العصر الحديث رياض الآن وفي كرة القدم اختتمت أمس مباريات الجولة الحدية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة بإجراء مبارتين حيث تعادل فريق شبيبة الصورة على أرضه بهدف لمثله مع شبيبة القبائل وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة اتحاد بسكرة مع النادي الرياضي القسنطيني هل يقدر اتحاد بسكرة على الحفاظ على الأقل على مكسبه من النادي الرياضي القسنطيني هذا وجاءت نتائج الجولة كاملة على النحو التالي شكرا لكم على المتابعة